اشتركوا في القناة سيناريوهات مستقبلية عديدة من بعض هذه السيناريوهات أنا أعتقد أنه يجب أن يتخذ قرار على مستوى الجامعة العربية وعلى مستوى الدول العربية لإقناع هذا النظام أنه فترته قد انتهت ويجب أنه تنتقل سوريا الآن إذا قدروا بالحلول السياسية بالضغوط الاقتصادية بالضغوط المعنوية بكل ما لديهم من أدوات وأوراق لإقناع رموز هذا النظام بالانتقال من سوريا وإيجاد مخرج آمن لهذا النظام ما عندنا مشكلة إيجاد مخرج الإنقاذ سوريا ما يهمنا الآن هي الدولة السورية كيف يمكن أن ننقذ هذه الدولة السورية من المعنوية لأن السيناريوهات المستقبلية يا سيدي عندك الآن سيناريوهات إذا ما استمر هذا النظام كما حصل في دمشق ويحصل في حلب الآن ويحصل في كل جهات في قصف المدن السورية وتدميرها كل ما زادت حلقة العنف هاي ستزيد الشروخ والانقسامات بين مكونات الشعب السوري وفي ذهني الآن الطائفة العلوية اللي يستخدم هذا النظام وحشرها في قرنا بحيث إنها أصبح أصبح يقول لها وهي قسم كبير منها سوري ومع سوريا ومع الدولة السورية لأن هذا النظام يحشرها في الزاوية لتتصرف بغير ما تريد الآن مع استمرار هذا الوضع ستزيد الشروخات وسيفتح المجال لما نخاف منه من الأيديولوجيا والتكفيريين والقاعدة سيكون لهم وتحقق كما يقولوا النبوء ذاتها لما يقول النظام إنه القاعدة وغيره هو يفتح النظام للقاعدة كما يفتح النظام للتدخل الغربي إذن إحنا بين هذا السيناريو المخيف والمرعب للمنطقة بحرب أهلية وتدخل فيها كل عناصر الأيديولوجيا وكل عناصر القاعدة وغيرها وتدفع المنطقة كلها الثمن الحل الثاني قد يكون التدخل الغربي اللي بيقول لك نرجع على نظرية المؤامرة لأن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر ولا يمكن أن تتحمل المنطقة حرب أهلية وحرب لا تنتهي في سوريا إلى سنوات قادمة يجب أن ينتهي إما بحل سياسي بإقناع النظام أو ندخل في حرب أهلية أو سيأتي الحل العسكري من المجتمع الدولي وسيتفق في لحظة ما والآن إجاء عندك جزئية الأسلحة الكيموية والتي ستساعد ربما في توحيد المجتمع الدولي على اتخاذ قرار باتجاه معين لأن هذا الاستخدام الأسلحة لن يرضي روسيا رغم تعنتها لحد الآن ولن يرضي الصين وسيكون له يعني روسيا قد ما بتدعم إيران مع أنها في الملف تضغط عليها إذن نحن مقبلين على عدة أمور أحلاها مر سواء كانت حرب أهلية وسواء كان استمرار الوضع كما هو وسواء كانت تدخل غربي ولكن الفصل في هذا في اعتقادي هو إنهاء نزيف الدم في سوريا ويجب أن ينتهي الآن يأم ينتهي بتدخل غربي قلت لك وإما يأم ينتهي بتدخل سلمي ربما أو أن يحصل هناك شيء في سوريا يغير المعادلة على مستوى القيادة مثل ماذا؟ يعني انفجار السراء قبل سوائين انفجار الخليل أن يعود البعض إلى رشدهم في الجيش السوري والذي ما زلنا نعتقد أنه هو جيش عربي وإلي يدور في مستقبل هذه الأمة ويستخدم النظام ضد الشعب السوري الآن ربما يعود الرشد إلى بعض قادة هذا الجيش ويجدوا حل ويقفوا مع شعبهم كما وقف الجيش المصري في فترة ما نعم يعني صار اللي صار ولكن لابد من إيقاف هذا النزيف ربما يحصل عندك في بعض الجهات في سوريا أن تتفق القيادة الجيش السوري وأن تحسم هذا الأمر في إخراج الرئيس وإيجاد معادلة جديدة طيب دكتور إبراهيم الجازي يعني كمان إحنا حتى لو صار انتقال سلمي وجاء نظام بدل بشار الأسد ممكن يصير فينا نفسه ما صار بعد مراح صدام حسين يجوا اللي كانوا قريبين على النظام ويزوروا الأردن ويبقوا فيها وبالتالي يتحمل عبئ ناس جديدين آخرين يعني لا نستطيع أن نمنع المحسوبين على بشار العاديين الناس العاديين من أنهم يزوروا الأردن كإقامة وكزوار أو ربما يكونوا فيما بعد بصير أخرى مستثمرية هل ممكن يتجدد هذا المشهد إضافة للاجئين الموجودين اليوم عندنا 130 ألف تقريبا ما هي أعباء الدولة؟ هل هناك إمكانية أنه أيضا الأردن يحصل على دعم مادي من المنظمات الدولية وما إلى ذلك في هذا الاتجاه؟ لا شك أن الدولة الأردنية ستواجه واجهت وتواجه حاليا صعوبات في التعامل مع لف السوري هناك عدد كبير من اللاجئين الأخوة السوريين تعودنا في هذا البلد أن نكون حاضرين للجوء الإنساني للأشقاء العرب سواء في العراق أو في زوريا في الملف الهراهن أو الملف اللبناني سابقا إثر الحرب الأهرية عام 1975 كيف لنا نتعامل مع هذا الملف؟ ولا شك أن يجب أن يكون لنا دور وطني وجاهزية مع المنظومة العربية ونكون دبلوماسيتنا أنشط من ذلك في التعامل مع هذا الملف وحسمه سواء الحسم والخيار المطروح أمامنا خيارات صعبة جدا أنا شخصيا ضد التدخل العسكري الأجنبي هل هناك بديل لتدخل عسكري عربي؟ هل لنا أن نحيل هذا الأمر لتفعيل قوة ما تحت مضلة منظمة المؤتمر الإسلامي أو جامعة الدول العربية؟ هل لنا أن نضغط سياسيا على النظام السوري وإقتصاديا بحيث أنه يتنحى الرئيس الحالي؟ ولكن هل المشكلة فعليا فقط في الرئيس أم بالطغمة الحاكمة؟ هل ندعو الله في هذه الطغمة السياسية أو المحيطين أن يصلوا إلى قناعة معينة بالتخلص من هذا النظام والوصول إلى انتقال سياسي سلمي طبعا؟ نرجع على ملف اللاجئين دكتور ملف اللاجئين إدارة الملف بشكل عام إدارة الملف نعم لا شك أنه فينا نشاط مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة هناك معسكرات للاجئين تم إعدادها وتستخدم أعدادا من اللاجئين نتعاون مع المنظمات الدولية في ذلك هذا يشكل عبءا ماليا وخدميا نحن نعتقد مشاكل المياه متفاقمة في أرجاع المملكة سواء في جهوبها أو في شمالها أو في وسطها فما بالك عندما نزوح عدد كبير من اللاجئين يثقل البنية الخدمية الموجودة والتي هي تعاني من قصور كبير في كثير من القطاعات سواء الكهرباء أو المياه فإزدياد هذا العدد يؤدي إلى إزديادها يجب أن نصل أيضا أنه هناك نعمل على دعم الأردن اقتصايا ودعمه دوليا من خلال المنظمات الدولية لوصول إلى بنية حقيقية وترحيل أيضا اللاجئين كمان يشكلوا مشهد سياسي وهدف عسكري خطير أيضا في وجودهم في شهر المملكة وهم مثل ما تفضلت قاربين على أماكن التماس وهناك خطة كما أعتقد من القوات المسلحة والأجهزة والدولة إلى ترحيلهم إلى أماكن مختلفة بعيدة على خطوة التماس وإنشاء معسكرات في أماكن أخرى قد يحل جزء من المشكلة ولكن بدون دعم عربي حقيقي ومالي واقتصادي للبلد سنواجه مشكلة عظمى قد تفاقم الأزمة الحالية الموجودة طيب باشا ما هي المخارج برأيك الأزمة السورية؟ لدينا السؤال يوجه إليك أتمنى على أحد الضيوف الإجابة وبصراحة هل التهديد باستخدام السلاح الكيماوي ضد إسرائيل فقط أم يشمل باقي دول الجوار الأردن زائل تركيا؟ هذا السؤال هل يعني ممكن أن يصلنا ضرر؟ يعني لا سمح هذا تم استخدام هذا أنا أرجع مرة أخرى أنا لا أريد تضخيم هذا الملف بأكثر مما يحتوي ولن يستطيع النظام ليبي كان فيها لا يستطيع النظام لا أنه يضروا بسرائيل ولا حتى دول الجوار لأنه هذا لن يفيدوا لن يفيدوا لن يفيدوا بإخراجه من الأزمة حتى يعني نحن شاهدنا صدام حسير لما ضرب الصواريخ على إسرائيل لم تخرجوا من الأزمة ولا القذافي فأنا أعتقد أن العملية الأزمة لأزمة السورية أنا أعتقد عملية الكيماوي الآن هي تضخم نعم هي مهمة وفي الوقت المناسب في الوقت المناسب لن يسمح المجتمع الدولي للنظام السوري باستخدام الأسلح الكيماوية وفي حال شعر المجتمع الدولي أنه على وشك استخدامها سيتم تدميرها مباشرة لأنها تؤثر على أمن دولة في المنطقة ونحن عارفين الدولة التي تؤثر على أمنها وعارفين من اللي بهمه الأمريكان بهمه ماذا الموضوع فأنا لا أعتقد أنه ولا متخوف كثير من استخدامه حتى ضد الدول العربية ما أقول نواجهه أنا أرجع للسؤال اللي سألته نحن في الأردن ماذا نعمل؟ نحن يجب أن نشتغل على خطين نحن نواجه أزمة سورية كبيرة جدا وانعكاساتها مؤثرة على الأردن وفي نفس الوقت لدينا أزمة داخلية يجب أن نمتن جبهتنا الداخلية بمزيد من العمل ومزيد من الإصلاح ومزيد من الشغل وليس فقط نحاول الخروج من أزمتنا الداخلية وعكسها على الأزمة الخارجية في هناك خطين يجب أن نعمل عليهم خط داخلي في تمتين الجبهة الداخلية ليس بالدعاية والحكي ولكن في تمتين الجبهة الداخلية بعمل سياسي حقيقي يحترم التطلعات الأردنيين ويحترم توجهاتنا كنا لنكون كنا جاهزين في مواجهة الأخطار الخارجية وليس فقط هنا الحلول ليست عسكرية فقط سواء هنا أو مع سؤولية هناك خلول سياسية وحلول عسكرية ومع بعض بدها كلها تمشي فالأردن عليه حمل مضاعف في هذه المرحلة ونحن ضيعنا الكثير من الوقت حقيقة فيما يتعلق بتمتين الجبهة الداخلية طيب هناك أيضا مداخلات من أسامة الشاراتي على الفيسبوك يقول لا شك أن هناك مؤامرة قوية من عالم جميع ضد الشعب السوري والسوري والصمت العالمي والعربي لا يخدم إلا إسرائيل محمد بن عامر يقول أنا مع تدخل عربي في حل الأزمة جولية الضبيط تقول انتصار الجيش السوري وبقاء الرئيس السوري بشار الأسد مشكلة أحمد الجويهان يقول أن يسقط النظام ويأتي شرفاء السوري ليستلم الحكم إبراهيم عبداتي يقول أن توقف الدول العربية تدخل وتحريضها على النظام من ضمن هذه الدول الأردن وترك النظام السوري حل مشكلته بنفسه فهو جدير بذلك كذا في الإجابة على سؤالنا ما هي المخرج برأيك دكتور إبراهيم الجازي أقل من نصف دقيقة هل تعتقد أننا سنعاني أكثر من الأزمة العراقية عندما واجهنا سقوط نظام صدام حسين؟ تعودنا في البلد أن نواجه أزمات والحمد لله تجاوزنا في كثير منها ولكن ذي للأزمات واضح المعالم في بعض الأحيان التعزيز الجبهة الداخلية الانشغال بالملف الديمقراطي والملف الانتخابي والسير في الإصلاحات السياسية سيرا صحيحا وواضحا يعزز ويمتن ويرضي الجل الأعظم من الأردنيين هو أحد مفاتيح الحل بالإضافة إلى المعضلة عندما نتكلم عن لاجئين الدعم العربي والاقتصادي هذا جزء من المشكلة ولكن الأساس هو أن يكون جبهتنا موحدة وقلوبنا على بعض ونسير في مسيرة الأصلاح لأن هذا هو الحل الوحيد والخيار الوحيد الذي أمامنا لأن نظامنا ليس نظام دمويا وشعبنا أيضا يستحق الحرية والديمقراطية ضمن هذه المنظمة شكرا معالي دكتور إبراهيم الجازي وزير العدل الأسبق وأستاذ القانون مشارك في الجامعة الأردنية معالي الباشا والمحل العسكري إن شاء الله معالي الدكتور محمود رديسات شكرا لمشاركتك وأيضا مساهمتك معنا شكرا لكل من ساهم معنا بهذه الحلقة من مداخلات عبر الفيسبوك أعزائي المشاهدين هذه تحية من فريق البرنامج برنامج أستودعكم الله وعلى لقاء شكرا لكم